الخامس جوية من كل سنة يوم لا يمر مرور الكرام على شعب ضحب الغالي والنفس لاسترجاع سيادته الوطنية فبعد دقائق قليلة من منتصف الليل اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وتغريدات مختلفة كل واحد يهني أبناء وطنه بعد الاستقلال مترحمين في نفس الوقت على الشهداء الأبرار صفحة مختلفة على الفيسبوك كانت مع الحدث أين قدمت صور احتفال بعد الاستقلال في سنة 62 تسعمائة وألف ولكن الجديد في الأمر أنها علجت تلك الصورة مدخلة عليها باجة الألوان شخصية وطنية وسياسية وحتى بعض المواقع الرسمية لعدد من السفارات المتوجدة بالجزائر قسمت مناسبة الاحتفال بعد الاستقلال بنشر تعليقات وتغريدات مختلفة لتهنئة الشعب الجزائري مختلف المجالس الشعبية البلدية استغلت المناسبة كذلك لبث مختلف نشاطاتها احتفاء بالذكر على مواقعها الرسمية وماما كانت طرق التعبير عن هذه المناسبة تبقى ذكرى خمسة جولية من أغلى المناسبة كونها الذكرى التي تمثل استقلال الجزائر بعد تضحية جسامة من الشهداء الأبرار